عماني منذ استكملت ميليشيا المجلس الانتقالي السيطرة على مدينة عدن وترد آخر وزيرين من التشكيلة السابقة للحكومة الشرعية وبالرغم من التوقيع لاحقا على أكثر من صيغة اتفاق بين المجلس الانتقالي وبين الحكومة الشرعية برعاية سعودية إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات وتطبيع الأوضاع ما يزال حلما بعيد المنال سيطر المجلس الانتقالي على المدينة بدعم عسكري إماراتي سخي ورفع مطالب وشعارات متعلقة بحياة السكان واحتياجاتهم إضافة لشعارات سياسية لكنه سرعان ما تخلى عن الشعارات السياسية المتعلقة بالسعي نحو الانفصال ووافق على المشاركة في تشكيلة جديدة للحكومة الشرعية ثم فشل في تغطية احتياجات السكان المتعلقة بالخدمات متعللا بأنها من مهام الحكومة وسد أذنه عن المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات والكشف عن مصير المختفين قسريا وحل مشكلة المعتقلين خارج إطار القانون السيطرة الكاملة على عدن وبعض المحافظات المجاورة جعلت المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع مطالب السكان الحقوقية والخدمية وهي مطالب واحتياجات لم يرتقي الدعم الإماراتي لتغطيتها فظلت أحوال السكان في تدهر مستمر وأصيب الكثير من المتحمسين للمجلس الانتقالي بخيبة أمل مريرة ومنذ سيطرته منفردا على المشهد الأمني والعسكري في عدن والمحافظات المجاورة يبدو واضحا أن المجلس الانتقالي لا يملك الرغبة ولا القدرة على تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقات التي وقع عليها مع الحكومة الشرعية التي صار شريكا فيها على مستوى الوزارات لكنهم شركاء متشاكسون على مستوى المواقع العسكرية والمنشآت الحكومية اشتركوا في القناة